موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدي قناة الرافدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد عالم اليوم يموج بالتكتلات على أساس اقتصادي أو سياسي أو على أساس مصالح مشتركة عدة يحصل هذا بين أمم لا يكاد يجمع بينها جامع بينما العالم الإسلامي بما يحويه من قواسم مشتركة ما زال دولا وشعوبا متفرقة هذا الواقع يقودنا إلى الحديث عن أهمية وحدة الأمة الإسلامية وبطبيعة الحال فإن الحديث عن هذه الوحدة يستلزم توضيح مفهوم الأمة وكذلك مفهوم الوحدة الإسلامية وإذا ما كانت الدعوة إلى وحدة إسلامية ضربا من الخيال أم هي فكرة واقعية وعملية ممكنة التحقق هذا الموضوع نضعه على طاولة الحوار مع الشيخ محمود محمد وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية أهلا ومرحبا بكم شيخ محمود أهلا وسهلا أهلا منكم كلمة أمة وردت في القرآن كما هو معلوم في شريف علمكم أنها وردت في معانية متعددة وردت بمعنى الفرد وردت بمعنى مجموعة أشخاص وردت بمعنى أحيانا وقت لكن هي كلمة حمالة لكثير من المعاني وغنية بالدلالات نريد أن نفهم من جنابكم يعني طبعا هي مقصود بها الأمة الآن الأمة التي تنتمي إلى دين واحد نريد أن نوضح مفهوم هذه المفردة مفهوم الأمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتابة ولم يجعل له عوجاء وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله طبعا كما قلتم في السؤال أن الأمة لها معاني متعددة في اللغة وفي الاستعمال القرآني الأمة في اللغة أصل كل شيء مثلا يقارل الأم لأنها ولدت الإبن أي أنها كانت سببا لولادة هذا الطفل ولذلك يقارل الأم أم أصل كل شيء أما الاستعمال القرآني لكلمة أمة أولا أن الأمة أو لفظة الأمة وردت في القرآن بلفظ المفرد أكثر من خمسين مرة وبمعاني مختلفة ويمكن إجمال هذه المعاني إلى خمس أو ستة معاني منها كما قلتم الوقت والحين مثل قوله تعالى وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إلى أمة معدودة أي إلى وقت معدود ومنها أيضا الإمام المتبع الذي يعلم الخير من معاني الأمة الإمام المتبع الذي يعلم الخير للناس جميعا مثل قوله تعالى إِنَّ إِبْرَاهِيمَا كَانَ أُمَّةً كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ وأيضا وردت كلمة أمة لطائف من الناس مثل قوله تعالى وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدْ يَنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يسقون وأيضا وردت كلمة أو لفظة الأمة بمعنى أصحاب الأديان المتبع أو الدين الواحد مثل قوله تعالى وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن المقصود من مفهوم الأمة التي وضعتم السؤال على أساسه المقصود به كأنه هذه الآية كأن هذه الآية هي المقصود من مناقشة هذا السؤال اليوم مثل قوله وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً بمعنى مجموعة كبيرة من الناس اجتمعوا على دين واحد اجتمعوا على دين واحد وعلى شريعة واحدة رغم اختلافهم سواء في اللغة أو الأعراف والتقاليد ولكنهم اجتمعوا في الاعتقاد واجتمعوا في العبادة لله عز وجل ويطلق عليهم الأمة وهذا كثير في آيات القرآن الكريم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي آية أخرى وأنا ربكم فاتقون وأيضا تطلق كلمة الأمة على طائفة من الناس في دين واحد ليس كل الناس مثل قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر والعلماء يقولون أن كلمة من في هذه الآية للتبعيد لأن ليس كل الناس يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وغيرها من هذه الآيات الكثيرة في القرآن الكريم طب الأساس الجامع للأمة الشيخ محمود هو الأساس الديني في الحالة الإسلامية هل ثمت مقومات وأسس تقوم عليها الأمة متفق عليها بين علماء الأمة على مر الزمان طبعا ما هي هذه الأسس والمقومات الأسس الأول الإيمان لأن كل المسلمين موذوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا متفقون على الإيمان بالأركان الستة لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر الكل متفقون على هذا الأساس كل المسلمين من قديم الزمان إلى يومنا هذا في كل الأقطار مادام هو مسلم يعتقد بوجود الله عز وجل بالإيمان بالله عز وجل يتفق على هذه الأسس الستة وعلى أسس الإسلام أو أركان الإسلام الخمسة كلهم متفقون على هذه الأسس ولذلك هم دائما مثلا في صلواتهم يتجهون إلى القبلة وفي حجهم أيضا يتجهون إلى إلى عرفات مثلا الكل مجمع على أركان الستة للإيمان وأركان الخمسة للإسلام وليس هناك من المسلمين من ينكر أي من هذه الأركان الستة أو الخمسة للإسلام هل يدخل في هذه الأمة الفرق والمذهب التي اختلفت فيما بينها لا أقول شافعي وحنفي وحنبلي ومالكي وإنما مثلا المعتزلة والخوارج هل هؤلاء يدخل في مفهوم الأمة طبعا العلماء قديما من قديم الزمان لم يكفروا هذه المذاهب وإنما أطلقوا عليهم الخوارج أو المرجئة طبعا فيهم الغلاة الذين يكفرون وفيهم الناس البسطاء الذين تأثروا بهذه الأفكار ولم يعرفوا ولم يعرفوا حقيقة هذه الأفكار ولذلك هم لا يكفر لا أتحدث عن مفهوم التكفير هنا شيخ محمود وإنما انضوائهم في مفهوم الأمة في عباءة الأمة هل يقال عنهم من الأمة المسلمة ثم قرأت لبعض المفكرين والعلماء المسلمين يقول أن حتى النصارى الذين عاشوا فيها على هذه الأرض وعاشوا بينها المسلمين يوسع مفهوم الأمة ليدخلهم في مفهوم الأمة هل هذا صحيح؟ هناك من العلماء من قال هناك أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة الذين أسلموا وآمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم هم أمة الدعوة بفراقهم المختلفة ما داموا متفقين على الأصول الإسلام وعلى أصول الإيمان هم يعتبروا من أمته صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لدعوته أما غير المسلمين من النصارى أو غيرهم من المختلفة والأديان المختلفة هم من أمته الدعوية لأنه أرسل للناس جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبهذا المفهوم أن كل البشرية يعتبر من أمة الدعوة وإن لم يكن من أمة الإجابة لماذا؟ لأن النصارى واليهود وغيرهم يعاقب بتركهم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كان المطلوب منهم الإيمان بهذا النبي والإيمان بما جاء هذا النبي ولكنهم أنكروا هذا النبي ولم يؤمنوا به وجحدوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي ولذلك يعذبون وإن لم يكن يعذبون في الآخرة يعذبون في الآخرة طبعا ولذلك من الممكن إطلاق على البشرية جميعا أن البشرية جميعا من أمته صلى الله عليه وسلم ولكن هناك أمة الدعوة وأمة الإجابة طب كنت تتحدث عن موضوع الأسرس والمقاومات التي تقوم عليها مفهوم الأمة الإسلامية ولعلك يعني ذهبت إلى منطقة أخرى قبل العودة إليها هل ثمت ما تريد أن تضيفها في هذا الموضوع أن أسس الإسلام وهل ثمت يعني جوانب أخرى تقوم مقام أسس ومقاومات الأمة الإسلامية طبعا المقاوم الإيماني هذا أو العقيدة كما يسمى في في الفكر الإسلامي نعم هذا أهم أسس وأول الأسس لأن العقيدة هي التي تجمع المسلمين جميعا حول هدف واحد هذا أولا وثانيا هناك التشريع هناك التشريع الواحد لأمة الإسلام يعني إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد هناك وحدة تشريع لأن المصادر التشريع كلها تعود إلى هذين الأصلين رغم أن العلماء يختلفون في بعض المواضيع في التشريع وأغلبها في الفروع أما في أصول التشريع الكل متفق وثالثا إذا نظرنا إلى ثقافة المسلمين وإلى شعورهم أن المسلمين في أقصى الأرض يشعر أن له إخوانا في أماكن مختلفة من العالم في أماكن مختلفة من العالم ولذلك هناك الشعور بالوحدة موجودة عند المسلمين وإن لم يكن على أرض الواقع هذه الوحدة محقق الآن ولكن كل المسلم يتمنى ويشعر أنه جزء من أمة الإسلام سواء في أقصى الأرض أو شرقها أو غربها وهذا أيضا مهم جدا أن المسلم يشعر أنه جزء من أمة الإسلام وأنه مستعد للتضحية في سبيل تحقيق هذه الوحدة رابعا إذا نظرنا إلى الجغرافية للعالم الإسلامي تجد أنها متجانسة ومتقاربة متلاسقة متلاسقة مع بعض امتداد واحد امتداد واحد ليس هناك قارات مثلا تفصل بين المسلمين أو ليس هناك دول تفصل بين المسلمين وغير المسلمين كلها هذه العوامل موجودة في أمة الإسلام رغم أنها من الناحية السياسية الآن يعني الوضع سيء جدا ولكن وحدة المسلمين أو الأسس التي يقام عليها وحدة الإسلام والمسلمين موجودة والأعداء يعرفون ذلك والأعداء يعرفون ذلك حتى في تركستان نحن تحت الاحتلال الصيني في بعض الأحداث في الدول العربية والإسلامية جمع العلماء والذين درسوا العلوم الشريعة وغيرها جمعوهم في أماكن مختلفة في كل الولايات يتحدثون عن هذا عما حصل في البلاد العربية والإسلامية نحن نعرف كيف تفكرون كيف تنظرون عندما قامت الأحداث في البلاد العربية أنتم سعدتم وفرحتم الحكومة الصينية تقول ذلك سعدتم وفرحتم لأنكم تحسبون أنفسكم جزءا منهم وليس جزءا مننا أو من الدولة الصينية ولكن هل رأيتم ما حصل يعني حصل انتكاسة فيما بعد في كل البلاد تقريبا هذا ما يحصل ولذلك لا تفكروا أنكم جزءا من أمة الإسلام وإنما أنتم جزءا مننا كان هذا كمحاضرة لهم لأنهم يعرفون في الشرق أو الغرب كل الأعداء يعرفون أن المسلمين يشعرون بوحدة الإسلام ووحدة الشعور هذه ربما تكون من أهم مقومات الأمة المسلمة هذا يقودون إلى الحديث عن الوحدة الإسلامية يعني الآن علماء مفكرون حتى عوام وسائل إعلام كتب مؤلفات كلها تتحدث عن الوحدة الإسلامية والحاجة التي ملجئة إليها طيب هذه الوحدة ربما لا تكون واضحة في عقول وفي رؤوس كثير من الناس يتحدثون عن الوحدة من غير أن يعرفوا ما طبعة هذه الوحدة الإسلامية ما هي هذه الوحدة برأيك دكتور مفهومها معناها مفهوم هذه الوحدة أن يجتمع المسلمون على أهداف مشتركة وليس المطلوب يعني أن يقام مثلا إمبراطوريات كما كان في السابق في هذا العصر قد يكون من غير الممكن ولكن مفهوم هذه الوحدة لماذا ليس ممكن لماذا ليس ممكن لأن الظروف في الدول الإسلامية مختلفة في كثير من النواحي بسبب الأعداء وبسبب المسلمين أنفسهم مختلفة من الناحية الوعي والفكر لأن الاستعمار بعدما غرست في العالم الإسلامي يعني أفكار مختلفة وأصبح كثير من الشعوب تعتز بقوميتها ووطنيتها ولا تعتز بالإسلام أو بأمة الإسلام ويرى أن الوحدة كأنه ينزع منه الحرية لأن الوحدة يجب أن يضحى في سبيلها بجزء من الحرية للأفراد أو لبعض الشعوب أو لبعض الدول ولذلك كثير من الشعوب حتى قد لا ترضى وأيضا هناك فوارق اقتصادية كبيرة بين الدول الإسلامية هناك دول غنية ودول فقيرة إذا يعني إذا كانت دعوة مثلا للاتحاد أو للوحدة يعني بالإجبار أو بالإكرى في الغالب الأعام لا يقوم لأن هناك الفقراء الأغنياء يظنون أن الفقراء يعني يسحبون منهم الأموال ولذلك هذه الوحدة يجب أن يبدأ بالتدرج أولا بالتدرج أولا وأن يكون وحدة مثلا تبدأ كوحدة مثلا اتحاد المحامين المسلمين اتحاد التجار مثل هذه الأشياء أولا كبداية لكنها موجودة هذه موجودة النقابات وموجودة اتحاد حتى بل موجودة رابطة العالم الإسلامي يعني هذه الصور الوحدة التي تتحدث عنها متحققة وموجودة في العالم الإسلامي ولكن المشكلة أن أغلبها لا تخدم لفكرة الوحدة الإسلامية وإنما تخدم لدول قامت هذه المؤسسات في تلك الدولة لا يمكن أن نتصور أن منظمة تعاون الإسلامي مثلا أو منظمة كذا أو كذا وكذا تستطيع أن تخطو خطوة يعني غير موافقة لسياسة الدولة التي قامت هذه المؤسسة في تلك الدولة ولذلك نريد أن يكون هناك مؤسسات مثل هذه ولكن توجهها غير مرتبطة بتوجه الدولة التي تتحكم في هذه المؤسسة أن تكون مؤسسات مستقلة أريد أن أسمع منك عن الصورة المثلة أو البديلة للوحدة الإسلامية بعيدا عن هذه المؤسسات الرسمية التي كما تفضلت بأنها ربما تخدم مصالح دول وأنظمة سياسية أكثر مما تخدم مصالح المسلمين من حيث كونهم أمة واحدة ولكن بعد الفاصل لو أذنت لي نتابع حديثنا بعد العبدة من الفاصل ترجمة نانسي قنقر وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي أسعدكم الله ما زلنا سويا في الحديث عن وحدة الأمة الإسلامية والعقبات التي تحول دون تحققها والحديث دائما في هذه الحلقة مع الشيخ محمود محمد وكيل اتحاد علماء تركستان الشرقية أجدد ترحيبا بكم شيخ أهلا وسهلا يعني كنت تتحدث عن الوحدة الإسلامية في الحقيقة أريد أن أستفسر منك أكثر عن مفهوم الوحدة الإسلامية إذا ما كان ثابتا في كل مزان في كل زمان ومكان بمعنى هل الوحدة الإسلامية التي تحققت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك في الخلافة الراشدة والدولة الأموية والعباسية والعثمانية وصولا إلى نهاية الدولة العثمانية هل هي يجب أن تكون واحدة نفسها أم ثم تغير في مفهوم الوحدة بتغير الزمان ومعطياته طبعا ثم تغير حتى أن الوحدة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعزكم الله وما بعدها اختلف لم يكن على منوال واحد حتى طريقة اختيار الخلفاء مثلا أو الحكام لم يكن على منوال واحد نعم وفي عهد الأموية حتى وبعد ذلك العباسية حتى بسبب ما حصل بعد انهيار الخلافة الأموية وقيام دولة العباسية الخلافة العباسية وقيام دولة الفاطمية في ذلك الوقت في مصر وقيام الأموية في الأندلس العلماء تحدثوا في هذا الأمر يعني أفوقها في ذلك الوقت تحدثوا في هذا الأمر طبعا النموذج الأمثل كلنا نتمنى أن يكون هناك حاكم واحد للمسلمين جميعا وليس هناك حدود بينهم كذا وكذا ولكن إذا نظرنا إلى تاريخنا القديم والحديث هذه الحالة يعني نجد قليلا لماذا قليلا لأن في الدولة الأموية كانت دولة واحدة وفي الدولة العباسية أيضا ربما وقعت بعض الحركات بعض الانشقاقات إلى آخره استقلت هذه البقعة الجغرافية لكن الدولة الإسلامية كانت واحدة كبيرة مترامية الأطراف نعم كبيرة مترامية الأطراف كان الأنموذج واحدا أقصد نعم ولكن هناك ولو جزء كان هناك بعض الأمراء بعض الأمراء يستقلون بالدولة ربما لا يتبعون الخلافة ولكن الإسلام والمسلمين كانوا بيضتهم محمية بسبب وجود الخلافة رغم أن الخلافة مثلا عباسية أو الأموية أو العثمانية فيما بعد رغم فيها بعض المآخذ صحيح بعض المآخذ ولكن وجود الخلافة مثل هذه وإن لم يكن هذه الخلافة كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده من خلفاء الراشد ولكن وجود هذه الخلافة ولو يعني ببعض النقص عن المنهج الذي كان عليه الصحابة ولكن كان حامية للمسلمين وكانت فاتحة للإسلام والمسلمين بلاد كثيرة ومختلفة أغلب البلدان التي فتحت فتحت في عهد الأموي فيما بعد حتى في العهد العثماني هناك بلدان كثيرة يعني فتحت للإسلام والمسلمين ولذلك هناك بعض المثاليين ينظر إلى كل شيء بالنظر المثالية وهذا لا يجده غالبا ومن ثم ييأس ويقعد نحن نريد أن نكون واقعيين ونعرف واقعنا ماذا نريد وماذا نستطيع أن نفعل هذا أهم شيء هذه الواقعية التي تحدث عنها شيخ محمود والتي قلت إننا كلنا كمسلمين نريد أن نكون كلنا دولة واحدة يحكمها خليفة أو إمام أو رئيس واحد وثم تحدث بأنها يجب أن نكون واقعين أبني على ما تفضلت بذكره لأقول لك إن الآن العالم الإسلامي أمم وشعوب ودول مقسمة على بعضها وكل قوم بما لديهم من قومية أو وطنية فريحون طيب في ضوء هذا الواقع هل فكرة الوحدة الإسلامية فكرة خيالية مثالية غير قابلة للتحقق هل أفهم من هذا الكلام؟ إلى الآن في أمة إسلامية موجودة لا نقول أن الأمة الإسلامية راحت وذهبت وانتهت لا أمة إسلامية موجودة وهناك الشعوب مختلفة ودول مختلفة ولكن مفهوم الأمة كما قلنا في بداية الحلقة موجودة لدى الأمة ولكن هناك سدود سياسية أول هذه السدود الاستبداد الاستبداد الموجود في الدول الإسلامية هي من أشد السدود للوحدة الإسلامية ولوحدة الأمة الإسلامية ولكن كشعوب مسلمة هناك كما قلنا يعني شعور دائما بالأمة وأنه جزء من أمة الإسلام هذا موجودة ولكن هناك شعوب مختلفة طبعا وليس هذا عيبا ولذلك ولذلك يجب على المفكرين والعلماء أن يزرعوا الوعي الوعي لدى العامة أما سؤالكم عن هر الوحدة الإسلامية خيال أم حقيقة لا هذا حقيقة كانت موجودة أصلا يعني إن لم يتحقق هذه الوحدة في السابق ممكن كنا نقول أنها من الخيال لكنك تحدث أن الظروف تغيرت ولكن ولكن هذا الظروف هذا الظروف هذه الوحدة لم تتحقق بالفراغ هكذا بدون جهد الناس لا يتحقق حتى الناس كلهم الآن ينظرون إلى أوروبا أنها يعني رغم أنها دول مختلفة وأنه كان بينهم حروب مختلفة وحرب بين البرتستان وكاتوليك ومن ثم حرب العالمية الثانية الأولى والثانية رغم ذلك قامت هذه الوحدة بعدما لماذا قامت بعدما شعر الناس أن التفرق والحروب قتلت منهم الكثير وخربت ديارهم وعرفوا معنى قيمة الوحدة وأن الوحدة رغم فيها سلب بعض الشخصيات أو بعض الحرية من الشعوب أو من الدول أو بعض السيمات الشخصية نعم نعم ولكن فوائدها أعظم فوائدها أعظم ولذلك قامت أما الأمة الإسلام هذه الأيام تعاني ما تعاني ولكن الأمة الآن في مرحلة المخاب كما يقال لأنهم في مرحلة الصحوة عموما في كل البلاد هناك مرحلة الصحوة والعودة للإسلام ولذلك هذه الضربات المتتالية للأمة الإسلامية إن شاء الله هذه الظروف الصعبة لأمة الإسلام سيحدث فكرا لدى المسلمين عموما ولدى المتدينين أن الوحدة طريقها وعر ولكنها ليس هناك طريق للعزة بغير هذه الوحدة حقيقة شيخ محمود المراقب لما يجري في العالم يكاد أو لا يكاد يرى أن أمة من الأمم تعاني صنوفا من الذل والهوان مثل ما يعانيه المسلمون لا تجد أمة يعني مقهورة مضروب عليها ظل الذل مثل المسلمين في كل بقاء الأرض فهل هذا يعني يقودنا إلى حديث عن أهمية الوحدة الإسلامية أو الأهمية التي تشغلها في الحيز أو في البناء التشريعي الإسلامي الإسلام جاء بأحكام وتشريعات كثيرة ما الحيز الذي شغلته الوحدة الإسلامية في هذا البناء التشريعي طبعا عندما ننظر إلى القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحدة وعن أهمية الوحدة نجد آيات وأحاديث كثيرة في هذا الموضوع لماذا؟ ليشعرنا وليذكرنا دائما أن هذه الوحدة هي طريقكم الوحيد للعزة والتمكين لن يكون هناك عزة وتمكين لأمة الإسلام بغير هذه الوحدة ولذلك يقول الله عز وجل مثلا في القرآن الكريم في آيات كثيرة دائما يأمرنا بخطاب الجمعي لماذا يأمرنا بذلك؟ يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا مثلا واعبدوا ربكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا كل آيات التي تأمرنا أو تنهانا تأمرنا بالمعروف أو تنهانا عن المنكر أغلبها بصغة الجمع أغلبها بصغة الجمع لماذا؟ ليشعرنا دائما أنكم أمة واحدة أنكم أمة واحدة الآيات التي مثلا مثل قوله تعالى وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُوا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بِينَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنَعْمَتِهِ إِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتْرُونَ آيات كثيرة في هذا المجال في آية أخرى مثلا وتفشلوا حتى تذهب ريحكم يعني من أين يأتي الهزيمة الهزيمة تأتي من التنازع والاختلاف لحظه شيخ محمود يعني ما أدري مدى صحة اعتبار الإجماع الإجماع بين المسلمين يعتبروا مصدرا من مصادر التشريع وهذا الإجماع يعني هو فيه مظهر من مظاهر الوحدة ألا يعبر هذا عن حضور الوحدة بالثقافة الإسلامية طبعا طبعا يعني في وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ أن الله عز وجل هنا أضاف اتباع غير سبيل المؤمنين لمن شاق الله ورسوله وهذا يبين أن اجتماع المسلمين اجتماع المسلمين على هدف واحد وهو إقامة الوحدة والتناصح والتناصر فيما بينهم كلها أمور مطلوبة لأن الوحدة كما هو الذي أولا يحمي شخصية المسلمة في كل مكان هل مثلا نحن كتركستانيين إذا كان هناك فعلا دولة أو يعني وحدة إسلامية قوية هل أعداؤنا كان يستطيع يفعل بنا ما يفعلون الآن؟ أكيد لا حتى قبل الأحداث الأخيرة في العالم الإسلامي ممكن لم يستطيع يفعلوا ما يفعلوا الآن لأن الأعداء يعرفون أن هناك من يراقبهم أن هناك من يراعي مصارح المسلمين ولو بعد الحدود ولذلك كان الوحدة هو الذي يعطي للمسلمين هيبة إذن الوحدة تمثل مسألة وجودية بالنسبة المسلمين يعني ربما يكون وجودهم مرتبطا بوحدتهم هل هذا ما تريد أن تقوله؟ وجودهم القوي والمؤثر مرتبطا بوحدتهم قد يكون هناك مسلمون موجودون ولكن ليس لهم قيمة بدون وحدة بدون وحدة لا يكون لهم قيمة لا اعتباريا ولا وجوديا يعني يعيش أناس يعني متفرقين ومطرودين في كل مكان وليس لهم احترام الآن في العالم الإسلامي ما نراه من الحروب في الدول المسلمة أغلبها قد تكون هذه الحروب من المسلمين أنفسهم وليس من غيرهم كل هذا بسبب أن ليس هناك فكرة يجمع المسلمين على هدف واحد الكل أصبح يتغنى ببلده أو بقوميته أو وطنه أو بحزبه أو بحزبه أو جماعته ولا ينظر إلى مصلحة المسلمين العامة ولا يضحي في سبيل هذه المصلحة العامة للإسلام والمسلمين ولذلك يحصل ما يحصل ولكن إن شاء الله يكون هذا تمحيص لهم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين حتى لا تبدو أن الوحدة هي خارج أصول الإسلام وثوابته يعني لو تحدثنا عن صور الوحدة في القرآن والسنة كيف تتجسد هذه الوحدة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية وفي السيرة النبوية العطرة طبعا عندما نقرأ القرآن الكريم يعني من بداية سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين لم يقل إياك أعبد وإياك أستعين وإنما بصيغة الجمعة بصيغة الجمعة وإلى نهاية القرآن عندما ننظر يعني آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن أهمية الوحدة وعن التمسك بها وينهى المسلمين عن التفرق والتحزب كل حزب بما لديهم فرحون الآن نحن في هذه المشكلة أما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته وبعد مماته في سيرة الصحابة كل هذه السير تقوم على الحظ على الوحدة حتى في العهد المكي لم يكن لهم دولة ولكن عندما جاء أحداث بيات العقبة الأولى والثانية ماذا حصل؟ أدنى النبي صلى الله عليه وسلم عين لهم نقباء للذين أسلموا حديثاً لماذا؟ لأنهم كانوا يريد أن يربيهم على الطاعة وعلى الاجتماع من عهد المكي حتى في المهاجرون أو الأصحاب مكة الذين أسلموا كانوا لهم مكان اجتماع دار ابن الأرقب كل هذا وفيما بعد في حروب النبي صلى الله عليه وسلم يعني الطاعة لولي الأمر أو لأمير الجيش مثلاً حتى في السفر إن كنتم ثلاثاً فأميروا أحدكم حتى في السفر كل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد من أمته وصحابته أولاً أن يربيهم على أن يكون هناك أمير وأن يكون هناك جند وأن يكون هناك شورى فيما بينهم فيما بينهم ولذلك ولذلك في في الحرب مثلاً في غزوة أحد ماذا عقب الله عز وجل هذه الهزيمة عقبهم لأن الرمى لم يطيعوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وخالف هذا الأمر رغم أنهم في بداية الحرب كانوا منتصرين ولكن بسبب حرصهم على الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة أن الله سبحانه وتعالى أذاقهم هذه الهزيمة حتى يعرفوا حتى يعرفوا أن الاجتماع والوحدة وإطاعة الأمير هو الذي يأتي بالنصر والتمكين لأمة الإسلام أي تفرق أو الحرص على الدنيا والمصالح الدنيوية يأتي بالهزيمة فهمت من كلامك الشيخ محمود يعني أن طبعا كما تفضلت أن الوحدة غاية عظيمة في الإسلام وقد حض عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريفة طب هذه الغاية العظيمة والرفيعة والهدف الثمين هل يمكن أن تحقق بوسائل مثل القوة إذا ما كانت هناك دولة مسلمة قوية أن توحد الدول التي حولها بالقوة إذا ما كان في هذه الوحدة سبيلا لحفاظ على بيضة المسلمين هل هذه الطرق ممكنة لتحقيق الوحدة الإسلامية لا يمكن لماذا لا يمكن لأن هذه الوحدة يجب أن تنبع من الوعي والاعتقال والإيمان كل شيء بالقصر لا يأتي بخير لكن دولة مسلمة قوية فيها عدل وفيها قانون وفيها قرب من الله سبحانه وتعالى ودولة أخرى مسلمة لكن فيها استبداد وفيها جهالة إسلامية وفيها بعد عن الله هل يستساغوا من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم مثل الوحدة الإسلامية أن تأتي هذه الدولة القريبة من أحكام الإسلام التي فيها عدل فيها قانون أن تلزم الدول الأخرى بالوحدة أن تدخل عليهم عنوة وتوحدهم إذا نظرنا إلى تاريخنا قد نجد مثل هذه النماجد في التاريخ القديم نعم ولكن في العصر الحديث لن يحصل هذا لماذا لن يحصل لأن هناك كما تعلم الأمم المتحدة الأمم المتحدة وكل الدول أعضاء في هذه المنظمة عندما حتى وإن كانت دولة عادلة ودولة أخرى كما قلت دولة مستمدة وظالمة تدخل عنوة تحدث مشكلة كبيرة لأن الدول طب بعيدا عن الأمم المتحدة يعني دخول عنوة من عدمه يعني هل يستساغ هذا إسلاميا من أجل تحقيق هدف الوحدة الإسلامية وهو هدف عظيم قد يحافظ بهذه الوحدة على بيضة المسلمين هل يستساغ إسلاميا فرض هذه الوحدة على المسلمين من قبل دولة إسلامية قوية يعني أنا في نظري نعم في نظري في هذا الظرف في هذه الأيام لا يستساغ ذلك لأننا عرف فيه مفاسد يمكن أكثر مفاسدها أكثر رأينا نحن تنظيم داعش أو الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية من حيث الأصل من حيث الأصل يعني هذا من حيث الأصل لو لم تكن هذه الظروف هل هذا يستساغ من حيث الأصل طبعا كل حكم له قد يكون متعلق بالظرف نعم متعلق بالظرف لازم ينظر هل هذا الفعل المثلا يأتي بمنافع أو بمضار إذا كان مضارها أكثر من منافعها فلنتوقف لأن أي مثلا حتى في العصور القديمة في العهد القديم إذا لم يكن هناك مثلا الرضا الرضا والقبول بالوحدة ومعرفة فوائد هذه الوحدة الدول التي اجتمعت قصرا قد لا يستمر هذا مشكلة كبيرة نعم ولذلك لا يستساغ بسهولة قد في فترة من الفترات أو فترة بسيطة من الزمن قد تحدث هذه الوحدة بالقوة ولكن القوة لا تستمر بموت حاكم أو بتغيير ما ومن ثم تذهب هذه الوحدة دون رجعة هذا هو مشكلة كبيرة طيب لذلك أنا أريد أن أسألك بعد الفاصل عن العقبات التي تحول دون تحقق الوحدة الإسلامية وإذا ما كانت كل الوحدة بهذا القدر من الأهمية فبما تفسر انقسام العالم الإسلامي وتفرقه وإصراره ربما على هذا التفرق لكن نذهب إلى فاصل قصير نذهب إلى فاصل أخير ومن ثم نستكمل ما تبقى من الحلقة اشتركوا في القناة أهلاً وسهلاً بكم إلى الجزء الأخير من حلقتنا هذه حديثنا مع الشيخ محمود محمد شيخ إذا ما كانت الوحدة الإسلامية بهذا القدر العظيم من الأهمية وبهذا المستوى من الحث عليها والطلب لتحقيقها وإذا ما كانت الوحدة الإسلامية تحافظ على بيضة المسلمين وتمنع ذهاب ريحهم وتمنع استفراد الأمم بهم ما تفسيرك لكل هذا التفرق الحاصل الآن بين المسلمين وربما إصرار المسلمين على التفرق طبعا الأمة الإسلامية عاشت قرونا طويلة بالوحدة بالوحدة الإسلامية ولكن أمة الإسلام قد تأتي لها فترات هبوط حضاري ولكنها أمة لن تموت إن شاء الله كان فترة سعود ومن ثم هبوط واستمر الهبوط لفترات طويلة الدول القديمة الإمبراطورية القديمة ممكن فترات طويلة كانت تقوم ومن ثم تسقط بسهولة جدا مثلا كحضارة الفرس سقطت في ثلاث سنوات يعني بعد بعثة الإسلام ولذلك على يدي عمر بن الخطاب نعم على يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه رغم أنها حضارة كانت قديمة يعني أما أمة الإسلام رغم أنها في ضعف شديد هذه الأيام وفي هزيمة شديدة منكرة ولكن لن تسقط لماذا لن تسقط لأن هذه الأمة أولا مرتبطة بالعقيدة إلى الآن رغم أن فيها خلافات شديدة وكبيرة طبعا مرتبطة بالعقيدة وبالإيمان بالله عز وجل ولذلك سبب هذا الاختلاف الحاصل الآن أولا هناك أسباب خارجية وأسباب داخلية أسباب خارجية أن المستعمرين استعمروا هذه المنطقة فترة من الزمان في بعض الدول طالت وبعض الدول قصرت وزرعت في هذه الفترة عقول عقول لا تعتزوا بدينها ولا بحضارتها الإسلامية وإنما تعتزوا بما عند الآخرين بما عند الآخرين وهذه العقول بدأت تزرع شكوك كثيرة لأنهم هم الذين تمسكوا وسادوا وهؤلاء تركوا هذه البلدان لهم قبل خروجهم ولذلك كان جزء من الأمة هم أعدادهم قليل ولكنهم في مراكز القرار أو في مراكز التأثير على الشعوب من ناحية الإعلام صحافة وغيرها ويزرعون في الأمة أن وحدة الأمة الإسلامية هذا خيال وهذا يعني لا يمكن أن يتحقق وهذا يسلب منك حقوق 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 هذا أولا وثانيا أما طبعا الأعداء دائما يحاورون زرع هذه الفتن وهم تركوا هذه البلدان وفيما بينهم خلافات حدودية رغم أن هذه الحدود لم يكن موجودة أصلا ولكن تركوا هذه الدول وتركوا أراضي يتنازعون عليها يتنازعون عليها أذنت لي شيخ محمود يعني المسلمون لا شك أنهم كلهم يحبون الوحدة ويريدون أن يكونوا متحدين وربما هذا تعزز أكثر بعد كل هذا الهوان الذي أصابهم وإعتداء الأمم عليهم ما العقبة التي تحول دون تحقق هذه الوحدة أولا الوعي الوعي عدم الوعي عدم الوعي لأهمية الوحدة وفوائده هذا معركتنا الكبرى ممكن نستطيع أن نقول أن معركة الوعي في هذا العصر معركة كبرى لأمة الإسلام وثانيا عدم تمكن المسلمين كيف يدير خلافاتهم هناك دائما دائما عندما يحدث أي خلاف يتطور هذا خلاف إلى ما هو أشد وأشر منه دون حل لا يستطيعون إدارة الخلاف فيما بينهم وثالثا التعصب المذهبي وهذا مرتبط بالوعي ربما نعم كيف يمكن للمسلمين أن يتمتعوا بالوعي الكافي بأهمية الوحدة الإسلامية هل هذا الوعي صعود زيادة أو نقصانة مرتبط بدرجة الإيمان بالتجرد بالإخلاص طبعا طبعا لكي يتحقق الوحدة لازم الفهم العميق للإسلام الفهم العميق للإسلام والإيمان العميق المحرك للعمل وليس الإيمان الجدلي الثلسفي الذي منتشر في الكتب وهذا متحقق في نخب إسلامية كثيرة لكن كثير من النخب الإسلامية ربما تكون سببا في الفرقة أكثر منها سببا في الوحدة موجود فيها العمق المعرفي موجود فيها العمق الإيماني ربما لا لا هناك ليس كافي لماذا ليس كافي إذا كان العمق الإيماني والمعرفي موجود ممكن لا يحصل هذه الحروب لأنهم يستهدفون أو عندهم هدف واحد ولكن انقسموا إلى فئات مختلفة للوصول إلى هدف واحد هذا مشكلة هذا مشكلة كبيرة ولذلك ما حصل في العصور يعني في السنوات السابقة مثلا هناك انقسام كبير بالنسبة لفهم العقيدة لفهم العقيدة وكثير من الناس يتحدثون عن البدع بدعة القبور ولا يتحدثون عن بدعة القصور كما يقال يعني يتحدثون فيما يمارسه المسلمون من عبادات وشعائر ورثوها عن أجدادهم ويحكمون عليها بالضلال كذا وكذا ولا يتحدثون عن أمور كبيرة الإسلام يهان وشريعة الإسلام تنتهك ليس هناك حديث في هذا الأمر كل هذه أفكار الحديثة الممولة من بعض الجهات المختلفة في الأمة والكتب المنتشرة في الأمة أحدث مثلا الأحناف بعضهم أحدث أخرج الأحناف من أهل السنة والجماعة مثلا والبعض الآخر يخرج الأشاعر من أهل السنة والجماعة والبعض الآخر يخرج الحنابن من أهل السنة والجماعة يعني هذا شتت أفكار المسلمين كثيرا هذا عدم إدارة الخلاف سواء في فهم الإسلام أو فهم العقيدة ومن ثم أحدث هذا يعني أن إهدار دم المسلم أمر أصبح أمر بسيط فهمت من كلامك طبعا كما قلت شيخ محمود أن من أهم أسس قيام الوحدة الإسلامية هو تمتع المسلمين بالقدر الكافي من الوعي بحقائق الإيمان ومقاصده وكذلك التجرد والإخلاص طيب يعني ربما بقي معي دقيقتين لنهاية البرنامج في هاتين الدقيقتين اعتدنا أن نسأل ضيفنا عن ما يريد أن يقوله مما لم نتحدث عنه ولم نسأله عنه في ثنية هذه الحلقة في دقيقتين ماذا يمكن أن تضيف في موضوع الحلقة طبعا أولا أن حالة السكون والركون التي يعيشها كثير من المسلمين طبعا أحدث مشكلة كبيرة لدى الأمة جميعا ولذلك يجب أن يكون هناك انطلاقة راشدة للأمام راشدة للأمام ثانيا يجب أن يكون هناك نواة صلبة تتحرك في الأمة لزرع الوعي نواة صلبة هي علماء ومفكرين نعم علماء ومفكرين يجمعون الأمة على أهداف مشتركة وعلى غايات محددة وثالثا هذا أهم شيء الاستفادة من الظروف المتاحة الاستفادة من الظروف المتاحة في كل بلد هناك كثير من اليأس تسرب إلى قلوب كثير من الناس ولكن اليأس هو القاتل للحركة وللعمل ولذلك رغم هذه الظروف الصعبة على الأمة اللا يأس إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون اليأس هو مشكلة خطيرة في الأمة أصيب بها الأمة مع الأسف الشديد ولكن هذا اليأس بالإيمان بالله عز وجل أن للكون إلها يدبر كل شيء يذهب هذا اليأس ونريد أن يحل محل هذا اليأس الحركة المستمرة كما ورد في الحديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فصيلة فليغرسها إن استطاع يعني كل واحد عليه أن يتحرك ويعمل لأجل هذا الدين دون يأس ودون ملث أشكرك وشكرا جزيلا الشيخ محمود محمد على هذه الإفاضة وهذه المشاركة ومشاهدين الكرام في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريم الشيخ محمود محمد وكيل الاتحاد وعلماء تركستان الشرقية أشكر وصول لحضراتكم في حراسة الله تعالى اشتركوا في القناة